سبيل تركي يعني كيف هي الاستعدادات لهذا اليوم ام مشاركة الجهات الحكومية أهلا وسهلا فيك جيلينار صباح الخير لك وليأستاذ المشاهدين الكرام في قناة الإخبارية بطبيعة الحال فرحة مكة اليوم هي فرحتين في الواقع لأنه استقبلنا خبر البارح بإعادة السماح لأداء مناسك العمرة والزيارة للمسجد الحرام فهذه في حد ذاتها فرحة كبرى ثم نأتي إلى الفرحة الأخرى وهي فرحة اليوم الوطني التسعيل للمملكة العربية السعودية التي تعيشها البلاد في ظل حكومة خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حافظه الله وولي عهده الأمين هذا اليوم العظيم الذي يجسد عظمة التاريخ لمؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز الطيب الله ثرى ولا شك أن مكة المكرمة شهدت مسيرة تنموية وقفزة هائلة خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع في المسجد الحرام أو حتى في أرجاء العاصمة المقدسة بالنسبة للاستعدادات اليوم هناك العديد من الجهات الحكومية التي استعدت لهذه المناسبة الوطنية الكبرى مثل إمارة منطقة مكة المكرمة الغرفة التجارية بعض الجهات التي تنفذ عدد من الفعاليات في الأماكن العامة ولكنها نظرا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تشهدها البلاد في ظل جائحة كورونا هي فعاليات وأنشطة خفيفة ومتنقلة في عدد من الميادين العامة هناك فقرة أو فعالية الكرنفال المتنقل هناك أيضا فقرة مواهب وطنية هذه سوف تكون من ضمن الاحتفاليات هناك أيضا عدد من الفعاليات التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة في أحدى الأسواق الكبرى هنا في العاصمة المقدسة وعبارة عن مشاركة للمواطنين من الصغار والكبار أيضا وصور لملوك المملكة العربية السعودية السابقين رحمهم الله فالفعاليات ستمتد إن شاء الله من اليوم بداية حتى يمكن إلى ثلاثة أو أربع أيام قادمة إن شاء الله خلالها ستشهد مكة المكرمة يعني عدد من الفعاليات التي سيشارك فيها المواطن هنا في مكة المكرمة هذه المناسبة السعيدة للوطن ودام عزكة وطن إن شاء الله تدوم الأفراح والليالي الملاح على هذه البلاد الطاهرة إن شاء الله